يا من أكرمك الله بالأموال اغتنم هذه الحياة بإنفاقها وأسر المال قبل أن يأسرك وخذ من المال زادا للآخرة واعتبره وسيلة للتجارة الرابحة أنفق من مالك طيبة به نفسك استر به عورات المؤمنين وفرج به كربات عباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يوم القيامة في ظل صدقته وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقل عبد النار بشق ثمره ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة وكانت قد دخلت عليها إمرأة معها صديتان فاستطعمت أم المؤمنين فأطعمتها ثلاثة تمرات فأعطت لكل بنت تمرة فلما أرادت أن تأكل التمرة الثالثة استطعمتها إحدى البنتين فأخذت تلك التمرة وأعطتها لابنتها ولم تأكل منها شيئا فعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعها فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبين من صنيعها إن الله حرمها على النار بتلك التمره أخي في الله إنه انفاق الأموال وبذلها في محبة الكبير المتعال من أعظم الخصال الموجبة لرحمة الله جل وعلا كم من هموم فرجها الله عن الذين يسترون عورات المسلمين كم من هموم وغموم نفسها الله لمن نفس هموم إخوانه المؤمنين كم من مكروب فرج الله كربه بالنفقات فأنفق على إخوانك ينفق الله عليك ولذلك ثبت في الحديث الصحيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر أليكثار من النفقات من أعظم الأسباب التي يرحم الله جل وعلا بها العباد فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رحم عبدًا أنعم عليه بالمال فكان يدائن الناس فكان إذا جاءه المعسر قال لأصحابه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال صلى الله عليه وسلم فلقي الله جل وعلا فقال الله نحن أحق بالتجاوز عن الدين فمن أكثر من إنفاق العموال ستره الله بإنفاقها ورحمه الله ببذلها إن المال غاد ورائف فكن سخي اليد في محبة الله ومرضاة الله وكيف تنعم عين المؤمن بالراحة والسرور وعورات المسلمين قد انكشفت وكيف ينعم المؤمن بنومه والمال بين يديه وجراح المسلمين قد سالك وكيف ينعم المؤمن بالراحة والسرور والمال بين يديه وأخوه في هم الدين وغمه هأنفق ينفق الله جل وعلا عليك وأكثر من الصدقات واقصد بها وجه الله جل وعلا يكن لك في ذلك خير الدنيا والآخرة اشتركوا في القناة